طبعاً إحنا شعب على فكرة فنان جداً وفنان بالفطرة يعني إحنا كمان عندنا إرثف ده مش في الغنى بس حتى في الفن التشكيلي التماثيل بتاعتنا بتاعت المنقام الفراعنة وغيره في الغناء زي ما حضرتك بتقولي عندنا طراث كبير جداً طبعاً طراث الموسيقي طبعاً عندنا حاضر؟ الحاضر بيتدهور لما بتتدهور عدة أشياء أخرى يعني لو كلمتك على أي حد فترة زمنية أخرى هو نتاج بيئته واللي بيحصل دلوقتي هو نتاج بيئة معينة خرجت اللي إحنا بنشوفه دلوقتي فعلشان كده لازم نغير البيئة دي علشان يتغير الفن بمعنى بمعنى إن بقى عندنا قوالب غنائية مثلاً اندثرت زي القصيدة آخر قصيدة مثلاً لو سألت حديثك آخر قصيدة سمعتها في آخر عشر سنين أو خمستاشر سنة مش هتفتكري مفيش قصائد ليه؟ في تدهور للغة العربية تسبب عدة أشياء تعليم؟ التعليم طبعاً تعليم أهمها الثقافة العامة مثلاً؟ والثقافة العامة سنين بعد التعليم لا صحيح فعلاً يعني بقى نقطة طويلة جداً مفيش قصائد لأنه لم يعد هناك من يكتب بالعربية الفوصحة فاندثر هذا القلبة الجنائية فدي البيئة التعليم والثقافة وفي طبقة بتوجد في المجتمعات بتشده لفوق أو بتشده لتحت إحنا كان فيه طبقات مثقفة بتشد المجتمع المصري لفوق حتى اللي مش متعلم كان يقدر يغني الأطلال ويقراها وكله كان بيخدم على القوى النعمة يعني أفكر حضرتك وحضرتك عارفة ده طبعاً لكن فيه أجال ما تعرفش إن لما مكلسوم قبل ما تغني تتنشر القصيدة والناس تقرأها قبل ما هي تغنيها كل ده بيحسن الاتجاه بتاع النوع ده من الغنى واللغة العربية فكان فيه طبقة بتسحب المجتمع لفوق عندما اختفت هذه الطبقة من المجتمع المصري تضهورت أحوال المجتمع المصري ثقافياً وعلمياً بالمناسبة تعليمياً ولا علمياً؟ ما هو علمياً يعني تعليمياً أنا بتعلم في المدرسة وبطلع من المدرسة على الجامعة اللي تعلم في المدرسة وأصبح معيد في الجامعة وبعد كده دكتور وما تعلمش كويس بيأثر في الجيل اللي بعده فأجيال بتطلع أضعف من أجيال أضعف من أجيال وأصبح الاستثناء هو الكفاءات ترجمة نانسي قنقر